اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تناميها المستمر تجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ونويها سموه بأن العلاقات التاريخية بين البلدين تحظى بدعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاعة اليوم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث أشار سموه إلى ما تتميز به العلاقات البحرينية الإماراتية من أواصر متينة عززتها المواقف المشتركة عبر السنين والمرتكزة على أسس وطيدة من التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو عضو المجلس التنفيذي لإمارات أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي بنقل تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته له بمعفور الصحة والسعادة له ولقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار كما تم استعراض مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه عرب سموه عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المشتركة